السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام كن لطيفا في حديثك فالبعض يعاني من وجع الحياة وأنت لا تعلم ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا مع طفل بيضرب الحصان بمنتهى القوة والعنف وفي صد بينده عليه علشان يبطل لكنه في النهاية بيقرر يقتل الحصان نهائي وبعد سنين من اللي حصل ده بيبقى الشاب شون فنان التصوير المغرم بالحرية قاعد في بيته وبتجيله حبيبته ليزي وبيفضل يصورها كالعادة لكنها بتأكد عليه إنه ماينفعش حد يشوف الصور دي أبدا بعدها بيفتح صندوق معين يجيب منه خاتم وبيروح يقدمه هدية لأمه بمناسبة عيد ميلادها وبيكون أبو متوفي من فترة كبيرة وعايش مع أمه وجوزها الجديد الأم بتحس إن في حاجة غلط لإن الخاتم غالي لكن شون بيأكد لها إنه حصل عليه بسعر كويس جوز أمه بيبقى جايب له شغل في شركة كمصور محترف لكنه رافض الالتزام تماما علشان كده بيروح يقابل صاحبه ديريك اللي بيسرقوا مع بعض علشان يعرفوا يعيشوا بعدها بيروحوا شغلهم اللي في المطعم الفخم واللي بيشتغلوا فيه مسؤولين على الجاراج وأول عربية بتيجي علشان تتعشى في المطعم ديريك بياخد عربيتهم وبيجري فورا على بيتهم علشان يسرقوه لحد ما يخلصوا أكل وبيوصل للبيت بالفعل وبمنتهى الحرص بيحاول يدور على أي فلوس لكنه بيتصدم بكلب شارس جدا بيفضل يطرده لحد ما بيهرب من البيت بقعجوبة بعدها بتيجي عربية فخمة جدا بينزل منها شاب أربعيني اسمه كايل وبيعامل شون وديريك باحتكار وبيطلب منهم يخلوا بالهم من العربية كويس شون المرة دي بيقرر ياخد العربية هو ويروح لبيت كايل علشان يسرقوه لحد ما يخلص أكل وبالفعل بيوصل للبيت الفخم وبيبدأ يدور لحد ما بيلاقي بطاقة اقتمان لسه ما تفعلتش فبيتصل على ديريك وهو فرحان وبيكلم البنك من تليفون البيت وبيفعل البطاقة فعلا بس قبل ما يمشي بيلاقي باب عليه قفل كبير جدا وشكله كده ورا حاجة سمينة شون ما كانش طمعه عاوز يمشي أحسن لكن ديريك بيفضل يشجعه علشان يفتح الباب يشوف إيه اللي وراه فبيجرب شون المفاتيح اللي معاه لحد ما بيفتح الباب فعلا وبيلاقي عبارة عن مكتب والكمبيوتر مفتوح وبيلاقي كمان دفتر شيكات فبيقرر يصوره لكن هنا بتبقى الصدمة بيشوف بنت قاعدة وراه مربوطة ومتعذبة بشكل فظيع جدا شون بيتصدم من اللي بيشوفه وبيشيل الحديدة من بق البنت علشان تتكلم وبتطلب منه يساعدها فورا تهرب من المكان وعملت عيط شون طبعا بيقرر يساعدها وبتأكد له انه مفيش وقت لانه فعلا كايل خرج من المطعم ووقف قدام ديريك علشان عايز عربيته البنت بتفهم شون ان مفاتيح السلاسل دي موجودة في سلسلة في رقبة كايل نفسه وبيحاول شون يكسرهم بكل الطرق لكن بيفشل فبيقرر ينزل القابو يشوف اي اداة حادة فبتعرفه البنت انه لازم يرجع كل حاجة زي ما هي لان كايل يقدر يشوف البيت بالكامل عن طريق الكاميرات فعلا كايل بيفتح الكاميرات علشان يبص على البنت والمكتب وبيلاقي كل حاجة تمام ولما بينزل شون للقابو بيتفاجئ بادوات تعزيب كتير جدا فبيخاف وبيقرر يمشي من المكان بسرعة قبل ما تحصل مشكلة وبيوصل للمطعم علشان يسلم العربية لكايل اللي بياخدها فورا وبيمشي وبيحكي لديريك عن البنت المربوطة بالسلاسل في بيت الراجل الغريب ده ولازم يتصرف وينقذها خصوصا انه صوارها وبيتصل على الشرطة من تليفون في الشارع وبيعرفهم حالة البنت وعنوان كايل وبيعرف ديريك انه عمره ما هيسرق تاني خلاص كده وبيتجه لبيت كايل علشان يشوف الشرطة هتعمل ايه كايل بيبقى داخل البيت وحاسس انه في حاجة غريبة والانه منظم جدا اتأكد انه كان في واحد قاعد على السرير وبعدها عرف موضوع بطاقته الاقتمانية وفي الوقت اللي شون حاسس فيه بالانتصار بوصول الشرطة بيتصدم ان كايل خارج من البيت ومع البنت والشرطة بتسأله شوية اسئلة وبياخدوا بعضهم وبيمشوا وبيشوف بعدها كايل بيركب البنت عربيتها وبيقرب من العربية بتاعته فبيستخبى بسرعة بعدها بيوصل ديريك وبيحكي له شون اللي حصل وان الشرطة ما عرفتش تعمل حاجة شون بيبقى بيلوم نفسه علشان ما سبش التليفون مع البنت علشان تكلم حد يلحقها لانه كان متوتد من اللي شافه علشان كده بيقرر الاتنين يستنوا لحد ما يخرج كايل ويقتحموا البيت مرة تانية لكن الغريب ان غرفة المكتب تشال من عليها القفل وكل حاجة اختفت حتى البنت شون مش فاهم ازاي ده حصل لحد ما بيلاقي الشرطة وسطة المنطقة علشان كايل بلغ ان فيه ازعاج في البيت اللي جنبه فبيجروا فورا من المكان قبل ما حد يشوفهم وبيبقى كايل اخد البنت معه في العربية لحد ما الدنيا تهدى شون ما بيكونش قادر يفكر ومصمم انه يروح مركز الشرطة يبلغ حتى لو هيتقبض عليه بتهمة السرقة ديرك بيرفض انه يروح معاه لانه عنده مشاكل كتير وما يقدرش يدخل السجن فبيقرر شون انه يتحمل الموضوع لوحده اما كايل فبيروح لكوخ في مكان منعازل علشان يخب البنت فيه لحد ما يتصرف معه شون وبيلبسها طوق حديد وبيعرفها ان لو فكرت تصرخ وهي لبسها هيكهربها تلقائي وبتسألوا البنت عايز منها ايه بالزبط وبتبقى فكرة كايل انه يهزبها ويخليها مستعدة وبعدين يديها الحرية ولما بتدخل القفص بتلاحظ ان فيه علامات استغاثة على الجدار وبتفهم انها مش اول واحدة لكايل في الوقت ده شون راح قسم الشرطة وحكى كل حاجة بالتفصيل للمحاقق المهم بالنسبة لي انه ينقذ البنت دي باي طريقة قبل ما تموت وبيقرر المحاقق يمشي وراه وبيروح بيت كايل وبيخبط لكن ما حدش بيرد لحد ما بيتخد من كايل وراه وبيعرفوا المحاقق ان جات لهم بلغات سرقة كتير وعايز يبص على بيته وبالفعل بيدخلوا بيوري كايل كل ما كان في البيت لانه عمل حسابه خلاص لحد ما المحاقق بيقف قدام ادوات التقطيع والتشريح اللي عند كايل وبيحس ان في حاجة غريبة لكن ما بيقدرش يعمل حاجة لانه ما فيش اي دليل وبياخد بعضه وبيرجع للاسم وبيتصدم شون لما بيعرف النتيجة وبيفضل يزعق فبيطلب منه المحاقق يجرب حظه مع المباحث الفيدرالية لانه هم اللي بيدوروا على الاشخاص المفقودين وممكن يعرفوا حكاية البنت دي كايل بيلاحظ وجود عربية شون تحت البيت وبيفهم انه بيدور وراه فبيقرر يجيب جهاز تعقب وبيحطه في عربية شون علشان يعرف خط سيره دايما وبيوري البنت صورته وبيأكد لها ان كل حاجة هتبقى تمام والتاني يوم شون بيروح لمكتب المباحث الفيدرالية وبيعرفهم كل اللي عنده العميلة بتأكد عليه انهم هيبقوا يكلموا وهيبدأوا التحقيق لكن شون بيحس ان مفيش فايدة زي مراحل اسم برضه ولما بينزل بيبقى كايل وراه ومجهز حقنة مخدرة لكن لما بيلاقيه متعصب وبيخبط على العربية بيفهم انه فشل هنا برضه وبيقرر يلعبه شوية وبيبضل ماشي وراه لحد ما بيروح البيت وبيدخل ياخد دوش فبيدخل كايل ياخد كل كلمات المرور بتاعته من على الكمبيوتر وبيشوف صور حبيب تليزي الخاصة فبيقرر ياخدها هو كمان بعد ما رسم الخطة في دماغه وبيتضح ان العميلة شك ان كلام شون فعلا صح وقررت تفتح ملف قضية قديمة علشان تتأكد في الوقت اللي بدأ كايل في تخريب حياة شون بالكامل واولهم انه اتصل على مدير المطعم زعق معاه وهددوا انه هيقفلوا المكان علشان بيشغل لصوص معاه اما شون فبيروح لليزي علشان يتكلم معاها عن اللي حصل لكن بيبقى عندها محاضرة مهمة وبتأكد له انهم يقدروا يتكلموا بعدها فبينزل يتصل على ديريك وبيطلب منه الدعم لانه مش قادر يتجاوز الموضوع وان في بنت بتتعذب بالطريقة دي بس ديريك بيتصدم لما بيروح المطعم وبيلاقي المدير جابت اتنين غيرهم وبيتخانق معاهم علشان خدوا وظيفتهم اما البنت المسكينة فكانت قاعدة بتاكل باوامر من كايل اللي قبل ما تخلص اكلها بيطلب منها ترجع مكانها تاني البنت بتحط الطق على رقابتها وبتدخل القفص تقفل على نفسها خوفا من كايل بعدها كايل بياخد الخطوة التانية وبينشر صور ليزي على حسابات شون في كل مكان وبيغلط فيها علشان تتفاجئ ليزي وهي في المحاضرة ان الكل بيبص عليها وبتتصدم لما بتشوف صورها نزلة عند شون وبتطلع فورا من المحاضرة شون لما بيروح البيت مع ديريك بيتصدم بمكالمة من ليزي وهي بتعيط وبتطلب منه ما يعرفهاش مرة تانية وبتقفل السكة شون لسه مش فاهم اللي حصل وبيطلع فورا يحاول يقابل ليزي لكنها بترفض تسمعه بعد اللي عملوا معاها وبيتصدم اكتر لما بيشوف عربيته متدمره تماما وفي عربية بتجري ناحيته بسرعة كبيرة وتفادها بقعجوبة وبيتصل عليه كايل وقتها وبيعرفه انه ما دخلوش السجن لانه ببساطة بقى في السجن الخاص به وهيهزبه بعد اللي عمله شون بيفضل يبعث رسائل لليزي اللي بدأت تصدق ان في حاجة غريبة حصلت فعلا وبتنسى تليفونها مع صاحبتها وبتتمشى فبتتحرك وراها البنت علشان تدهولها شون لما بيروح بيته بيلاقي جزء امه انطرد من شغله لانهم اتهموا بالسرقة ولقوا حاجات مسرقة فعلا في عربيته امه كمان بتدخل تعرفهم انها انطردت من شغلها بعد ما اتهموها بالاعتداء على الاطفال شون بيفهم اللي حصل وبيقرر يحكي لهم الحقيقة كلها اما ليزي فبينزل عليها كايل يضربها بشكل اسي جدا ويرميها من مكان عالي تحت انظار صاحبتها اللي ما ادرتش انها تشوف شكله شون بيحاول يتواصل معاها لكنه مش عارف لسه اللي حصل لها فبيقرر يوضح الصورة اللي صورها من بيت كايل وبيقدر يحدد موقع الشيك اللي كان على مكتبه بالزبط وبيطلب من جوز امه العربية لكن الراجل بيبقى متدايق بعد كل اللي سمه وعايز يروح للشرطة لكن شون بيقنعه انه هياخد العربية وينقذ البنت دي قبل ما تموت لانه هو ده الصواب اما في المباحث فبتبقى العميلة اثبتت ان صورة البنت اللي جابها شون هي فعلا لبنت مختافية من اسابيع وبيخمنه ان كايل يبقى هو الطفل اللي كان عنده اضطرابات نفسية زمان واختفى فجأة في الوقت ده كايل بيبقى غضبان جدا وبيروح يوجه السلاح على البنت وهو بيقول لها انه هو المسيطر الوحيد مش شون والبنت بتطيعه لانه مجنون وممكن يقتلها فورا بدون تردد اما شون فبتجيله مكالمة علشان يتجه للمستشفى ويشوف ليزي اللي في حالة حارجة وبيجري شون عليها وبيعتذر لها جدا وبيعرفها ان العمل فيها كده بيحاول ينتقم منه لانه سرق بيته وقتها بتكتبله ليزي اللي مش قادرة تتكلم وبتطلب منه يمشي وبيطلع يتصل على ديريك وبيعرفه اللي حصل مع ليزي وان كايل بيحاول يدمر حياته بالكامل ديريك كان شايل حاجاته وبيفتح الفيديو بالغلط وقتها شون بيسمع صوت خب وبيبقى كايل موجود في بيت ديريك وبيفضل يضرب فيه بمنتهى القوة لحد ما بيوقعه على الارض وبيديله طلقة في دماغه ويخلص عليه تماما شون بيفهم اللي حصل لكن بيفتح الفيديو هو كمان وبيفضل ينده على ديريك علشان كايل يلقط الطعم واول ما كايل بيمسك التليفون بيصوره شون فورا علشان يثبت كلامه للشرطة اكتر كايل بيتعصب بسبب اللي حصل وبيكسر التليفون في الحال وبيتصل شون على الشرطة اللي بتوصل فورا بالديريك وبيلقوه ميت شون كمان بعت صور كايل للعميلة علشان تتخذ اجراء ضده في الحال لكنه بيحس ان مفيش حد هيتحرك وبيقرر يروح بيت كايل يدور على اي حاجة تساعده لكن كايل فضل بيت تماما من كل شيء وكان عامل فخر شون وقفل عليه المكان بالكامل علشان يتصدم شون بقنبلة موجودة وهتنفجر في خلال ثواني فورا بياخد العربية وبينطلق من البيت على اخر لحظة قبل ما البيت كله يتدمر ويتحول لحطام وبيقرر وقتها يفضل سيء للعنوان اللي شافه على الشيك وكايل بيبقى بيجهز نفسه وبيجمع كل فلوسه علشان يهرب من البلد بهوية مزيفة العميلة هي كمان بتستعد مع البقيين علشان يروحوا للمنطقة اللي فيها الكوخ يقبضوا على كايل اللي في الوقت ده بيفتح حفرة عملاقة جدا وبيجهزها لسبب ما وبيوصل شون في النهاية لمكان الكوخ وبيدخل من غير ما حد يحس بي والعميل بيطلب من واحد من رجالته يجيب امر باقتحام ملكية الكوخ ده فاسرع وقت لانهم مش هيعرفوا يدخلوا غير كده وبنعرف ان كايل هو الطفل اللي قاتل الحصان لما كان صغير وده لانه حب مدربة الخيول بتاعته وقرر انه يروض اخطر حصان عند ابو الملياردير علشان يهربها لكن انتهى الامر انه قتل الحصان من كتر التعذيب ولما المدربة هدرت انها هتعرف ابوه قتلها هي كمان واختافى من بعدها علشان كده كبرت عنده العقدة وبقى بيحاول يروض الناس بدل الاحصنة اما شنفة بيشوف البنت مربوطة في قفص وبيطمنها انه هينقذها مهما كلف الامر لكن للأسف بيظهر وراه كايل وبيفضل يضربوا بالفس بشكل عنيف جدا لحد ما بيغم عليه وبيفوقوا بعدها علشان يشوف البنت وهو بيضربها بالنار وبيدفنها في الحفرة وبيأكد له انه هيخلص عليه من بعدها وبالفعل بيديها طلقة تقع في الحفرة شن مصدوم وبيتصدم اكتر لما بيعرفوا كايل انه هيلبسوا كل التهم دي بسبب سلطته والفلوس اللي معاه بس بتبقى الطلقة ما جدش في البنت بشكل كامل وبتفضل عايشة وبتحاول تخرج من الحفرة وبتلاقي بنات كتير جدا مدفونين هنا لكنها بتقدر تخرج في النهاية وتجري وبيشوفها شن اللي بيفرح جدا انها لسه عايشة وبيفضل يشتم كايل وهو بيضحك وفجأة بتظهر البنت وبتضرب كايل ضربة قوية جدا توقاه على الارض ولما بيحاول شن يضربوا بيفوق كايل وبيضرب عليهم النار فبيطلعوا يجروا في الغابة فورا كايل بيروح وراهم لكن شن بيبغتوا وبينزل عليه بالفاس اكتر من مرة لحد ما بيوقاه على الارض وبينزل عليه بالضربات علشان يتأكد انه مش هيقوم والبنت بتيجي تعرفوا ان دا مش كفاية ولازم يعملوا حاجة كمان واول ما بيخرجوا بيلقوا العملاء اقتحموا المكان فورا ولما بيدخلوا للكوخ بيشوفوا كايل مضرب ومدبهدل ومربوط بنفس الطريقة اللي كان بيعامل بيها ضحايا لكن دلوقتي خلاص هياخد الجزاء اللي يستحقوا بسبب جنونه وتطرفه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات اتشي لي فيلم